وطبعاً كان متواجد محمد شناوي كابتن فريق في المؤتمر الصحفي من خلال تواجده طبعاً كابتن فريق وعلى الجانب الآخر كان برضو لعب من ضمن اللعبين البطويل طبعاً اللعب المغربي المتواجد في صفوف ساندوز بجانب طبعاً رولاني مكوينة وبالتالي ده المؤتمر الصحفي قلت لكم ما قبل المباراة دايماً بيبقى فيه استعداد خاص مختلف تصرحات تركيز ايه اللي هعمله سيناريوهات ان شاء الله اياً كان بقى الكلام ما قبل اللقاء اللي بيحصل وبيبان هو الملعب الملعب هو الفايصل في كل حاجة حقيقة جمهور اه بيشجع وبيقوم بدوره لكن انت كلعيب بتقوم بدورك جوه الملعب 11 ضد 11 قوتك قدام قوته تركيزك قدام تركيزه مهرتك قدام مهرته زكاءك في الملعب يعني قدام زكاءه الحقيقة وبالتالي ان شاء الله الكفة بتميل اصلاً من بدري للاهلي الكفة بتميل للخبرات والامكانيات وكمؤسسة راضية طول عمرها صاحبة بطولات للاهلي فقط انت بتقابل وبتواجه الفريق ممكن يكون منظم وعنده سيستم بقى له فترة انت ازاي تتغلب عليه الحقيقة ده دور المدير الفني من فترة للتجهيز لماتش زي اللي فات الحقيقة والماتش القادم وبالتالي نتمنى ان شاء الله يبقوا في حالتهم اللعيبة ومستر كولر بكرة تبقى في حالتهم في حالتهم ان شاء الله قادرين نحن نكسب فريق ساندونز اللي انا بشوفه فريق محترم جدا من افضل الفرق ولكن في الاخر هو عنده او هو صاحب نوعية معينة من طريقة اللعب وهو الطريقة اللعب اللي ممكن تكون فيها جزء استعراضي وليست يعني جزئية خاصة بان هو يحصل على طول يعني مش عنده فكرة طول النفس ان هو يوصل لنهاية البطولة ماتش اتنين تلاتة بيعملوا كويس وماتش ممكن يكون فيصل ما تلاقوش موجود بكرة ماتش فايصل ودور اللعبة ده مهم جدا ان شاء الله بعمر الله كل التوفيق للنادي الاهلي وان كان طبعا فكرة تصريحات مكوينة عن النادي الاهلي وبيانه الخاص بالتحكيم وخطابه للاتحاد الافريقي الرجل كان مجهز نفسه بشكل رائع الحقيقة وشايف ان النادي الاهلي ما ينفعش ان هو يتكلم في التحكيم كل مرة ممكن يكون بيتغير فيها وما ينفعش ان احنا نعمل بيانات ده من وجهة نظر الراجل وكان مجهز تفاصيل خاصة بالاخطاء اللي هو شايف من وجهة نظره تحكيمية على فريقه وبالتالي بتدى يسردها في المؤتمر الصحفي وده زكاء الحقيقة منه لانه كان واضح ان هو مجهز نفسه انه ممكن يسئل سؤال زي ده ولكن طبعا احنا بقى ولا تصريحات ولا امور ممكن تكون برا الكورة احنا الكورة احنا اللي هنكسب احنا اللي بارادتنا وبأيدينا نخلص التأهل بأمر الله ده ايا كان بقى هو الراجل بيقول ايه طيب خلينا بكرا ان شاء الله مباراة الترجي والوداد الاول هتكون الاول الساعة خمسة بالتالي هنعرف مين اللي هتأهل للدور النهائي ما قبل مباراة الاهلي اللي هتكون ان شاء الله بكرا الساعة تمانية طبعا الساد مفتوح للخمسين الف متفارج امامكم طبعا على الشاشة توقيت المباراتين بالتالي ان شاء الله جمهيرنا تبقى من بدري هتكون متواجدة يعني الحقيقة مجرد ما تفتح الموقع الخاص بالتذاكر خلاص خلصت الجمهور اهلي بيحب فريقه مهما كان الشكل اللي ظهر به لكن عارف وعنده ثقة بفريقه ان هو في الماتش اللي جاي هيكسب وهيكسب بشكل حلو وده حمل كبير حقيقة على اللعيبة ولازم اللعيبة تتحمله وتعرف انها بتسعد شعب كبير احنا بتكلمش على الاهلي بس احنا بتكلم على جمهور المصرية الحقيقة كمان يعني وصمعت الكرة المصرية ده جزء مهم جدا انك تقدي اداء جيد ومكسب جيد ده شيء مهم جدا بالنسبة ليه مباراة الغد امام عشور كان موجود وده شيء برضو مهم وشيء مبشر انك عنصر مهم زي امام عشور بيتواجد فيه التدريبات النهاردة ومن المتوقع المشاركة في التشكيلة الاساسية كان مصاب كان عنده مشاكل اخرى لكن في الاخر هيكون متواجد بكرة ويستفاد منه الفريق امام عشور لكن في الاخر انت بتمشي من خلال التصرحات الرسمية للنادي ان امام عشور كان عنده اصابة في الشازية او كان كدمة قوية كانت يعني اديته وديته لحتة الرشحة في المفصل مفصل الرجل من تحت او الانكل وبالتالي بيعود مرة اخرى الى التشكيلة الاساسية باحتمالية كبيرة يعني تواجدوا في التشكيلة الاساسية عندك بعض اللعبين اللي ممكن بكرة ومش هيكونوا متواجدين مش موجودين في القايمة زي السلية متولي كريم فؤاد مش هيكونوا متواجدين في قايمة الغد لكن احنا عندنا الحمد لله يعني مجموعة من اللعيبة الحقيقة الهيلين في قايمة النادي الاهلي والحقيقة برضو ما تيجي بص الكولر هيقعد يقولك اللعب مين اللعب مين انت عندك برضو الاجنحة بالنسبة للنادي الاهلي سواء بحسين الشحات ولا رضا سليم ولا بير ستاو ولا طهر محمد طاهر وعبدالقادر بيعود مرة اخرى بالاضافة طبعا لامام عشور يعني برضو ما شاء الله فقط والله اللعيبة لو ركزت ولعبت لعبها يعني الطبيعي الطبيعي بس مش عايزين حاجة فوق طقط يعني هيكونوا بيقدوا اداء زي اللي احنا شفناه في المباراة اللي قبل كده الحقيقة بالنسبة النادي الاهلي سواء بقى بنتكلم في نهاية افريقيا والسنة اللي فاتت وبداية الموسم حقيقة النادي الاهلي كان ماشي بشكل رائع فقط مباراة سينبا الاولى والتانية ومباراة ساندونز تحس ان في حاجة حصلت كده لكن نعود ان شاء الله نعود بكرة في مباراة الغد بأمر الله